مزيد من الدعوات والضغوط من المجتمع الدولي على قطر للحفاظ على حقوق العمال فيها فمنظمة العفو الدولية شددت في تقرير لها على وجوب أن تعزز الدوحة تنفيذ إصلاحاتها المتعلقة بالعمال وأن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب إذا ما أرادت أن تفي بالكامل بالوعود التي قطعتها لحماية حقوق العمال لديها وحذرت المنظمة الدولية من أن الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب يبقى قاسيا ما لم يتخذ مزيد من الإجراءات لضمان دفع أجورهم ونيلهم العدالة وحماية أيضا العاملات المنزليات من الاستغلال ينضم إلينا من الرياض الكتب والباحث السياسي خالد الزعتر أهلا بك أستاذ خالد أهمية اليوم ما كشفته منظمة العفو الدولية يعيد كل الأدلة التي تم تقديمها بالسابق لما يتم من ارتكابات في الدوحة ولكن ماذا يعني كل مرة يعود هذا الملف إلى الواجهة والدوحة لم تنتزم بالدعوات الدولية مساء الخير عندما نتحدث عن ملف العمل في قطر نحن نتحدث عن ملف شائك لأنه لا يتعلق فقط بالسياسات التي ينتهجها أرباب العمل أو الشركات المشغلة لهذه العملة وإنما نحن نتحدث عن دولة متكاملة من السياسات العبودية عندما ننظر مثلا إلى ما يحدث من أوضاع العمالة في قطر نجد أن السبب الرئيسي في ذلك هو السياسات الحكومية التي تنتهجها قطر وأيضا بدءا من السلطة التنفيذية لدارات الحكومية وأيضا السلطة القضائية ووصولا إلى الشركات المشغلة للعمل وبخاصة فيما يتعلق بشركات الإنشاءات لمونديال قطر 2022 وأيضا أرباب العمل بخاصة أن هناك الكثير من الانتهاكات التي رصدت فيما يخص العمل المنزلية وبخاصة فيما يتعلق بالنساء الذي يتعرضون اليوم لحالة من الاغتصاب وأيضا التحرش وغيرها من الروات التي تأخرجها هذه الدعوات وعدم الذهاب إلى تطبيق الإصلاحات المطلوبة أي رسائل ترسلها اليوم الدوحة للمجتمع الدولي للمنظمات الدولية في هذا الواقع الذي يواجهه والمصير الصعب الذي يواجهه العمال الأجانب عندما ننظر مثلا إلى العقلية السياسية القطرية نجد أن قطر ليست مهتمة بوضع إصلاحات جذرية لمسألة العمالة هي كانت ولا تزال تعتمد بشكل رئيسي على دبلوماسية المال وأيضا علاقاتها مع المنظمات الحقوقية وشركات العلاقات العامة لتبيض صفحاتها لكن في تقدير أن هذه السياسة فشلت لأن الكثير من المنظمات التي كانت محسوبة بالسابق على قطر والتي كانت تنتهي تسييس الملفات الحقوقية لمصلحة النظام القطري هي وجدت نفسها اليوم مجبورة بأن تخرج ببيانات تدين سياسات النظام القطري تجاه العمال لكن السبب الرئيسي ليس في النظام القطري الذي أثبت بأنه لا يزال حتى هذه اللحظة متمسك بسياسات العبودية وإنما في فساد المنظومة الدولية التي حتى هذه اللحظة تقف عاجزة عن إجبار النظام القطري على الالتزام والوفاء بتعهداتها السابقة وأيضا الانصياع إلى تطبيق كامل لقوانين العمل الدولية عندما ننظر مثلا إلى ما يعيشه العمالة في قطر نجد أن هناك وضع سيء جدا هو يتنافى تماما مع قوانين العمل الدولي أيضا فيما يخص الأجور وفيما يخص العمل تحت أشعة الشمس وفيما يخص أيضا أيام الراحة التي يفتقدها للعمالة وأيضا هناك الكثير من الملفات التي كشفت لكن حتى هذه اللحظة لم يتم العمل على بدء التحقيق في هذه الملفات بخاصة فيما يتعلق بالوفيات الوضع القاسي غير الإنساني للعمال الأجانب هناك أيضا تقارير تتحدث في عدد كبير من الصحافة الغربية بأن هذه العمالة والتي تقدر بعشرات الآلاف هم محرومون من أجورهم الوضع الإنساني حيث يعيش هؤلاء في مخيمات والتحذير أيضا من تداعيات الوضع الصحي والمسكن وتأمين الغذاء في مواجهة جائحة كورونا هل سيبقي هؤلاء في هذا الظلم وفي هذه الدوامة وفي هذا التجاهل الحكومي؟ أنا في تقديل أنه عندما نتحدث عن الرؤية الحكومية حتى هذه اللحظة لا تزال تنتهج سياسة التجاهل لأنها حتى هذه اللحظة لم ترى جدية واضحة من قبل المنظومة الدولية في الدفع بالنظام القطري لإصلاح حقيقي وجذري لما يتعرض له العمالة في قطر لأنه عندما ننظر مثلا إلى ما يتعرض له العمالة في قطر نجد أنه لا يتوقف فقط على مسألة الحياة الكريمة التي يفتقدها العمالة في قطر وإنما أيضا يتخطى ذلك إلى ما بعد وفاة العمالة بالمنظومة الصحية القطرية حتى هذه اللحظة لا تزال تحاول أن تنتهج سياسة التزوير فيما يتعلق بأسباب الوفيات مثلا في عندما نتحدث عن النيبال نجد أن هناك الكثير من الأطباء النيباليين سعوا إلى تشريح الجثثة التي وصلت من الدوحة وبالتالي وجدوا أن أسباب الوفاة هي تختلف تماما عما ذكره النظام القطري وبالتالي نجد أن النظام القطري حتى هذه اللحظة لا يزال يحاول أن يزيف الحقائق ويستغبي المجتمع الدولي لكن أنا في تقديري أن المعضر الرئيسي طب يأتي وقتنا أستاذ خالد تعزيز النيباليات التفتيشة ارتدعت إليها منظمة العفو الدولية اليوم للاكتشاف هذه الانتهاكات الخاصلة ودفع أجور عدد كبير من العمال الذين لم يتقاضوا أجورهم لأكثر من ثمانية أشهر من فضل الإجابة في دقيقة ونصف أنا في تقديري أن وجود تفتيش دولي على أوضاع العمالة في قطر هو خطوة لا بد منها لأن هذا هو بداية المسار الحقيقي لإجبار النظام القطري وكافة مؤسسات الدولة القطرية على أن تعمل على تصحيح أوضاع العمالة وبخاصة فيما يتعلق بإجور العمل وأيضا فيما يتعلق بمسألة تطبيق فعلي وحقيقي لقوانين العمل الدولية أشكرك جزيلا شكر الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا في العاصمة السعودية الرياض اشتركوا في القناة